صباح وعلينا وسهلا على الكنال. اليوم بدنا نتحدث عن تليفون جديد من شركة Realme. مسميينه Realme GT Explorer Master Edition. هذا هو الموديل اللي عندي هون بالمكتب. وعننا مميزات بثير حلوة. شاشة كبيرة 6.55 إنش 120 هرتز. البطارية 4500 ميلي أمبير. بنشراجها بسرعة تحت 40 دقيقة. بالشراجر اللي بقالب العلبية 65 واط. ومش بس هيك. عمنا الحاسوب Snapdragon 870 من Qualcomm. الحلوة فيه أن كل هذه المميزات التي نتحدث عنها تحت 500 دولار. أنا طارئ. وهذا هو Realme GT Explorer Master Edition. شكرا جزيلا على كل الناس الذين قمت بإشتراك على الكنال. دعنا نبدأ الفيديو. اشتركوا على الكنال. حتى دائما دائما تعرفوا لما ننزلككم فيديوهات جديدة. هذا هو العلبية وكل الأشياء التي جاءتنا بقلبها. كما نرى التليفون موجود هنا. لدينا غطف موجود بقلب العلبية. الشجر يكون قوة 65 واط. بشارجة التليفون اللي بقلبها 4500 ميلي امبير البطارية الموجودة فيها. يعطونا الشريط هنا. الـ USB-C للـ USB Type-A. والتليفون هذا مثل ما رأيناه من قبل. نحن فوجدتكم الفيديو عن Realme GT لما عملنا المسابعة عنه. كثير منيح. وكل هذه الأغراضة تأتي بقلب العلبية مثل هذه. والشيء الثاني الذي يكون في قلب العلبية أيضا هو أن أعطونا الكروتي هنا في لعبة Truth or Dare. كما سمعون فيها. وعطونا هذا البلاكار الصغير الذي موجود عليه. الذي نمرته له هذا التليفون. من عبر التليفونات التي باعتهم في شركة Realme بكل هذه السنين. هذا رقمه ١٨٠٠٠٠١ الموديل الذي أجابه من هنا. كما ترونه. الموديلات تنبيعها كثير منيح. GT Master Edition. وهذا Explorer بدل ما يكون مثل ما شاهدناه من قبل. الريلمي GT الذي كان من قبل فقط هذا العادي. الآن عندما نتحدث عن المميزات الموجودة هنا بالتليفون الجديد. مثل ما قلت لكم أي شيء. لدينا 6.55 إنش. الشاشة الموجودة هنا. سيكون عليها ١٠٠٠٠٠ هرتز. ونقدر كمان نعمل له ٤٨٠ تتش سامبلي. ومعنى أنه عندما نلعب الألعاب ستكون كثير كثير منيحة. البطارية ٤٥٠٠ ميلي أمبير. هذا الموديل للتليفون موديل طبع الصين. لذلك ستلاحظون هنا عندي برينو فيد. لدي كم تطبيقات مكتوبة هنا. عندما ننزل لهم نرى مكتوبين بالصينة. ولكن هذا الموديل الذي ينزل في البلاد الثانية سيكون لديهم غير موديل. ولكن أعرف هؤلاء الفرق بينهم. لذلك نستطيع أن نرى ما هي المميزات لديه هذا التليفون. وقد قلت لكم هذا التليفون رقمه ١٠٠٠٠٠ مليون ٢٨٠. هذا الموديل الذي عمله هنا. لديه الـ Google Play Services. نزلتهم ونزلتهم كل شيء. لديه نتفلكس. لديه نتفلكس. لديه الـ Geekbench نزلتها. نزلت كم لعبة هنا. Call of Duty Mobile. PUBG Mobile. لدينا أيضاً الـ Game Space. لدينا الكاميرا الموجودة. كما قلت لكم من قبل. ٢٢٠ مجابيكسل. الكاميرات الموجودة هناك. ٥٦ و ٢ مجابيكسل ماكرو. لدينا الزر هنا. ميكروفون واحد لفوق. لدينا فقط الـ Volume Rocker. ميكروفون الثاني. الـ Sim Trays. سبيكر الذي يساعدنا. لدينا نسمعه مع السبيكر الموجودة لفوق. لدينا استيريو سبيكر. كثير جميلة. لدينا الـ In Display Fingerprint Sensor. لدينا استعماله. لذلك الـ Always On Display. ترونه هنا. أنا عملت لها الدزاين. لدينا ركبت لها الشاشة. كثير من الموجودة على الواي فائلة. لدينا ندخل الآخر على الأغيرات. لدينا إساسات. لدينا كل المطابع الموجودة على الأغيرات التي تريدها. لدينا مكتبا من الموجودة هنا. لدينا أيضا المكتب هنا. لدينا أيضا الـ Wifi. محاولة فيديو وضع فظيمة. لدينا أيضا الـ NFC. للترينكسل. مدينة بإمكانكسة. أيضا الموت. يمكننا تغيير الجهاز التالي. الذي يمكننا إدركة العنوات للهاتفال. يمكننا استعماله بكل أوتو الموجودة هنا يمكننا أن ندورها ونطفها من هنا لدينا عدد أيضاً شغلات إذا نفوت على الـ Customization تحت الـ Settings كما نرى هنا نعمل الـ Customization للـ Sim Tray للـ Wi-Fi للـ Bluetooth الـ Personalization أيضاً يمكننا أن نغيير الـ Themes الـ Wallpaper الـ Always On Display الـ Icons الـ App أيضاً يمكننا أن نغيير الـ Fingerprint Sensor الموجودة هنا الـ Curl Scheme الـ Font Display أيضاً الـ Edge Lighting و الـ Video Call الـ Configuration تحت الصوت يمكننا أن نزل هنا ونضبط الصوت علىها لدينا Dolby Atmos و يمكننا أن نضبطها لعدة الإختيارات للموسيقى للفيديو كل ما نستعملها الـ Smart يمكننا أن تكون على الأطماتيكة تغيرها كما نرى ما نستعملها تحت الـ System هنا نستطيع أن نفوت أيضاً الـ Convenience Tools We have Assistant Ball Quick Return Bubble Smart Side Quick Launch Split Screen وأنا ركبت هنا على Quick Launch حتى إذا كنت أو ذكرتها أعطيها ثانية لتطلع ونستطيع أن نظهر على الطبيقات التي نريدها ونستطيع أن نضغر علىها من غير ما نستطيع من غير ما ندور التلفون ونبدأ أن نظهر كثيراً منها سوف نتحدث قليلاً عن الكاميرات الموجودة هنا التطبيق تحت الفوتوات كما ترون لدينا عدة خبرات ونستطيع أن نضبط كل شيء يوجدنا AI Mode تحت الفيديو يمكننا أن نسجل من وراء أحسن شيء 4K 60fps عندما نقوم بالكاميرا ستصبح 1080p 60fps ستكون أحسن شيء نقدر نعملها هناك Night Mode هناك Photomode هناك Portrait Mode نقدر أيضاً نستطيع أيضاً liposensor 50fps بكل قوة هناك تقدر نشوف هناك النجوم بالليل سلو موشن تايملابس الموبي الأكسبرت المودي تقديم تقديم هذه معمولة في البلاد هناك حتى يقوموا فيصورة على التلفون الذي يمتلك الهوية هناك ستريت فتوغرفي، البرينو سكان هذه موجودة مثل ما قلت لكم بسبب السيستام الموجود هنا الآن أشار الوحيدة أتفسركم إليها أننا لدينا 3 فوتو لنزل رغم أن نرى هنا عدة الخبرات معناته عندما أقوم بعمل على الفصلة 0.6 هذه الكاميرا الأولترا ويدة 16 ميجابيكسل عندما أقوم بعمل على الكاميرا الثانية وأي شيء ثاني من هنا لأخر شيء سيكون كلهم على 50 ميجابيكسل هذه العادة، 2x كثير منيحة، لا يوجد أشكال فيكم تستعملها، لا يحتاج 3 فوتو على 2x برغم أن هذه تستعملها للدجر والميجابيكسل عندما نقوم بعمل على 5x تخفف قوتها كما نرى، سوف نرى النقطة الموجودة في القماش هنا ولكن هناك أيضا لنستعملها لأخذ صور، ولكن تعرفوا أنه لا يوجد فوتو الآن سأعطيكم مصر عن الصوت والصورة من الكاميرات الموجودة قدام وراء على الريالمي GT Explorer Master Edition سنبدأ بالكاميرا الأساسية الموجودة قدام، سنقدر أن نأخذني 10 ATP 60 فريمس بر سكين أحسن شيء، الحالوي هو أن نستطيع صورة 60 فريمس بر سكين وراءة بالكاميرا المرانية على 4K معناته، الكاميرات الواء ستكون دائما أحسن، خاصة على الريالمي GT Master Explorer Edition هذا اسم طويل، لكن التليفون يجنن الآن قدامنا على الكاميرا الموجودة وراءة، وهنا نستطيع صورة أحسن شيء 4K 60 فريمس بر سكين لن نكون لدينا 8K، لكن على قليلة سنستطيع أن نرى الأمكانيات فيها لهذا التليفون 10 ATP 60 و 4K 60 من الكاميرا الموجودة وراءة، الصورة سيكون منيح من الريالمي GT، التليفونات الجديدة من شركة ريالمي كما لاحظنا، الصورة سيكون دائما كثير منيح، دعونا ندور الآن الصورة للسماعات على ماكسيوم كما تلك لدينا ستيريو مع Dolby Atmos، سنتسمع الغنية Alex Crindo Jumbo من NCS Release موسيقى الصورة يمشي كثير منيح ويجانن لا يوجد أشكال إطلاقاً السماعات الموجودين لدينا هنا كثير منيح، كما قلت لكم لدينا Dolby Atmos لن نسمع هذه الصورة كثير منيح أنا فقط أريد أن أعرفكم شغلة جيدة أيضاً، فعلت تجربة على Geekbench حتى نرى أكثر من هذا الحاسوب السنجل كوره هو ١١١١، معناته لأن هذا الحاسوب أقوى من ٨٦٥ بلس سيكون الإمكانيات التي تكون كثير منيحة، الملتي كور ٢١١١، عندما نقوم بعمل السنجل كور ١١١١، كما نرى ١١١، 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 مثل ١٦٥ بلس سيكون أحسن شيء من أن نرى ١٨٨ تحت ١٨٨ من Qualcomm في سنة ٢٢١، لا سيكون أي أشكال الآن سوف نتحدث قليلاً عن الألعاب، ونرى ما نستطيع فعله أيضاً هنا هنا لدينا الـ Game Space، كما رأيتنا من قبل، هذا يساعدنا لنستطيع أن نسيطر على خبرة لعيتنا على كل اللعبة، كيف نظبطها، ونرهب PUBG، Call of 2D Mobile، وفيكم تنزلوا تطبيقات مثل هذه أيضاً، إذا أردتكم من تحت هنا يمكننا أن نسيطر على عدة شغلات بين القوة، أنا أقوم بعمل على Pro Gamer، أقوم بعمل على كل شيء يمكننا أن نقوم بعمل مختلفة لكل الشغلات، أيضاً تقوم بعمل مختلفة كل هذه الشغلات موجودة، وأنا الآن أقوم بعملها على ١٢٠، رغم أننا نقوم بعمل ١٦٠ و ١٢٠ أو حتى الأطماتيك، كل شيء يمشي كثير كثير منها دعونا نظهر قليلاً على ما هي أحسن إمكانيات نقدر ندعم بكل اللعبة، ونستطيع أن نضع لكم كيف يمشي على هذا التليفون ونحن نلعب اللعبة هنا، يمكننا أن نقوم بعمل السحب من الشمال، ونرى كيف يمشي، ويزبط كل شيء دعونا نقوم بعمل الصوت هنا حتى لا نقدر نقوم بعمل ٢٦ كل هذا موجودة هنا على الشمال، يمكنكم أن تفتحها، من هنا يمكننا أن نقوم بعمل كل ما نريده، يمكننا أن نضع على التليفون أحسن إمكانيات، ستكون لدينا PUBG Mobile تحت الـ Settings، ليس لدينا الـ Graphics، سيكون لدينا أحسن شيء هو Ultra HD، يمكننا أن نستعملها للـ Ultra HD، ولكن تنزل الـ Frame Rate للـ Ultra، إذا كنت تكون أحسن فريمات وأحسن صورة، تعملوا HDR و Extreme، سيكون أحسن شيء، هذا أحسن فريمات وأحسن صورة، ولكن إذا كنت تكون أحسن صورة للإشكال، وما يهمكم أن الفريمات تكون بطيئة قليلاً، يمكنكم أن تعملوها للـ Ultra HD، مع الـ Ultra، كله يمشي مضبوط، والصورة ستكون جميلة لأيكم مع هذا التليفون، الآن، عندما نظر على المميزات الموجودة تحت الـ Call of Duty Mobile، نرى تحت الـ Settings، نرى تحت الـ Graphics، نرى أنه أحسن شيء هنا، نعطينا كل المميزات، معناته على الـ High، على الـ Medium، على كل هذا، يمشي مضبوط، ويمكننا نعمل الـ Maximum قوية، معناته 90FPS على هذه اللعبة، إن شاء الله في المستقبل، سيعطونا تجديد على هذه اللعبة حتى نلعبها بـ 120، ولكن الآن، ستكون أحسن شيء، ونقوم بعملها على الـ Dynamic، حتى نرى الصورة كثير منيحة، لأنها دائماً أحب أن تكون أحسن ممكنية، نستطيع أن نقوم بعملها على التليفون، حتى نستطيع أن نستمتع فيها للشاشة الكبيرة. موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ستكون بالجنن سعره منيح ومميزات الموجودة فيه كثير منيحة مثل ما قلت لكم سناب تراجون 870 اقرب شيء فينا نصل عليه من غير منع من ايه الحالية فيها انه اشتركوا في القناة في امريكا تحت ال$500 وبالبلاد الثاني في اوروبا ستكون سعره احسن اذا انتم ان تفكروا ان اتخاذوا تليفون من شركة realme ونريدون أن اتخاذ realme GT هذا جميل أحسن شيء من 828 يكون أحسن، تقريباً ب399 دولار، هذا يعجبني كثير كثير فيه وخاصة أنه بعطولي أنه هذي مثل البادج لعيته للتليفون، رقمه هو مئة مليون 281، كثير كثير بتشجعني وأنا مبسوط كثير، شكراً جزيلاً للشركة Realme أنه على القليلة وصقوا فينا قدر اشتغل معهم هيك وقدر فرجيكم إمكانياته للتليفون الجديد، Realme GT Explorer Master Edition. الصور تظهر منه كثير كثير منه كما ترونه، الفيديوهات إن شاء الله ستكون أعجبتكم، لا يوجد أشكال هذا التليفون، لا يطلب كثير مصاري ولكن يجعطينا كثير مميزات جميلة، وعملتها في Realme مرة أخرى، شكراً جزيلاً على كل الناس الذين من الاشتراك، خبروني ما يرأيكم فيه لل Realme GT هذا التليفون الجديد، يأما هذا، يأما الجي تي الذي فجرتكم عليه من قبل، وإن شاء الله سأراكم في الفيديو الجديد، مع السلامة.